عندما ذهبت إلى الملجأ قلت للمديرة في الواقع أنا أريد أن أفاتحك في أمر لا أعلم إن كنت ستوافقين أم لا لكنني حقا أرغب به ماذا هناك يا ماجدة أتريدين زيادة في راتبك؟ لا أنا أريد أن أتكفل بمراد التكفل به؟ أتعني أنك تريدين التربيته كابنك؟ أجل سيبقى معي أينما ذهبت عندما أكون بالملجأ سيكون هنا بجنب إخوتي وعندما أذهب إلى منزلي سأخذه معي لقد تعلقت به كثيرا ولا أستطيع أن أتركه وقدروا يا عزيزة احتياجك لشعوري الأمومة لكن لما مراد بالتحديد؟ لقد أبلغتني الطبيبة بحالته أعلم أنها حالة صعبة لماذا لا تتكفلين بأي طفل آخر؟ أنا أريد مراد وليس غيره أما بالنسبة لحالته الصعبة فهو سيكون أنقى وأطهر قلب في العالم أنا واثقة من هذا أنا سعيدة للغاية بهذا القول أعلم أن مراد بيد أمينة شكرا لك لثقتك بي بعد مرور ستة أعوام في الواقع لن أستطيع أن أعمل في الملجأ بعد الآن لما؟ تعلمين أن أمي تعيش في دولة أخرى وصلني خبر أنها مريضة للغاية وتحتاجني بجانبها وسأسافر إليها حسنا سنشتق إليك كثيرا ولكن ماذا عن مراد؟ سأخذه معي بالتأكيد إنه ابني لن أتركه سأشتق إليكم كثيرا وأنا أيضا سأشتق إلى جميع الأطفال ولكن وجود مراد بجانبي هو ما يهون علي ذهبت إلى الغرفة حيث يلعب مراد مع بقية إخوته قلت له مراد عزيزي أنت تعلم أننا سنسافر غدا إلى مدينة أخرى ولن ترى إخوتك لمدة من الوقت إذن ودعهم الآن كما ترغب هذا يعني أنني لن أراهم مرات أخرى؟ بالتأكيد لا يا عزيزي سأصحبك لرؤيتهم ولكنني لا أريد تركهم يا ماما أعيدك أنني سأضعك تراهم منذ وقت لآخر كما أننا في المدينة المجاورة سيكون لدينا حياة جديدة وبالتأكيد أصدقاء جدود هيا ودعهم قبل أن نذهب سأشتاق إليكم كثيرا ونحن أيضا سنشتق لك يا مراد أخذت مرادا من يده وعدنا إلى منزلنا هيا يا عزيزي لنرتب أغراضنا حسنا يا أمي بدأ مراد بفتح حقيبته ووضع ألعابه الصغير واسافرنا لا تبكي يا أمي أنا حزينة للغي على فرق جدتك سأشتق إليها كثيرا لا تقلق يا أمي إنها بالجنة الآن لا بد أنها سعيدة أجل يا بني أعلم هذا اسمع يا مراد أريدك أن تدرس جيدا أريد أن أكون أنا وجدتك فخورينا بك أتعدني أعدك يا أمي مع مرور الوقت كبرت وكبر مراد وأصبح عمره عشرين عاما وكان بارا بي للغاية هيا يا مراد لنذهب للسوق حسنا يا أمي ذهبنا إلى السوق وبينما كان مراد يدفع العربة كنت أقول له إذن يا مراد ماذا ينقصون الآن؟ الخبز يا أمي هيا نذهب لنحضره وبينما نمشي ارتطمت بشخص ما فقلت أنا آسفة لا أصدق مجد مونا لقد تغيرتي كثيرا وأنت أيضا أننا أصدق أنني رأيتك بعد هذا الوقت حاولت الاتصال بك كثيرا وذهبت لي منزليك لكنني علمت أنك سافرتي أجل سافرت لي هنا منذ أكثر من عشرين عاما وأنت ماذا تفعلين هنا؟ نحن في عطلة أنا وأختي من هذا الفتى الجميل؟ حقا ألم تعرفيه؟ هذا مراد مراد؟ من مراد؟ ابن؟ أجل مراد ابني قالت بحسرة مرحبا مراد عارف لها نفسك يا بني مرحبا أنا مراد أدرس الشعر الإنجليزي في الجامعة لقد دخلت الجامعة كيف؟ ما المشكلة؟ مراد شتى ذكي للغاية أجل أرى أنك استطعت تربيته جيدا أجل الحمد لله هل تمانعين أن تعطيني عنوانك؟ أرغب بالحديث معك قليلا لا مشكلة سأطيك العنوان رائع سأتي إليك غدا صباحا حسنا يا مراد هيا لنكمل التسوق هيا يا أمي وبالفعل أكملنا التسوق وعدت للمنزل وأنا أفكر في ماذا يا ترى تريدني مونة؟ باليوم التالي صباحا وعندما دق الباب فتحت لها وقلت أهلا يا مونة لقد اشتقت إليك كثيرا وأنا أيضا تفضلي بالدخول عندما دخلت قال مراد أمي عدت لك الفطور شكرا يا بني أعد كوبا من القهوة لسيدة مونة حسنا وبخلال خمس دقائق عاد مراد ومعه كوبا من القهوة وقال تفضلي يا سيدتي شكرا لك يا مراد هي لك من فتن ذكي للغاية شكرا لك مراد أكمل دراسة بغرفتك من فضلك حسنا يا أمي قالت مونة عندما رحل إذن كيف حال مراد معي؟ إنه حياتي بأكملها لا أتخيل حياتي بدونه يساعدني في كل شيء ويعتني بي عندما أكون مريضة إنه حقا هدية من الله بكت مونة وقالت أجل أعلم أنه هدية من الله وأنا رفضتها بنفسي ولكنني حقا نادمة نادمة على ماذا؟ على التخلي عنه أتعلمين ماذا حدث لي بعد أن تخليت عنه؟ ماذا حدث؟ ماردت للغاية وعندما ذهبت للمستشفى أخبرني الطبيب أنني أعاني من ورم في الرحم ويجب علي استئصاله استأصلته وأنا بعمري 36 عاما وفقدت القدرة على الإنجاب مرة أخرى وتركني زوجي وأصبحت وحيدة هذا مؤسف للغاية لقد عانيتي كثيرا أجل ولكني الآن أريد أن أطلب منك شيئا وما هو؟ أريد أن أخذ مراد ماذا؟ أتريدين أخذ ابني؟ أنت تعلمين أنه ابني أنا أعلم أنني تخليت عنه ولكن هذا لا ينكر حقيقة أنه من حقي بالتأكيد لا أراد لا يعرف سوى أم واحدة وهي أنا وأنا أسفة لا أستطيع إعطاءه لك إنه لن يستطيع التكيف معك أنت تريدنا فقط شخصا للتسلية لم تستطيع الاعتناء به سابقا ولن تستطيع الآن ارحلي من هنا وأرجوك لا تأتي إلينا أبدا أنا أعلم أنني مخطئة ولكن بدوني لكن انتهى الأمر من فضلك ودي إلى منزلك حسنا منذ أن رحلت مونة وأنا في حيرة من أمري هل تصرفت بشكل خاطئ عندما منعت عنها مراد؟ أم تربية مراد تجعلني أمه ومن حقي بشكل كافي؟ لا أعلم إن كنت تصرفت بشكل صحيح ولكنني عندما أرى ابتثامته دائما وهو يقول لي أنا أحبك للغاية يا أمي أعلم أنني قد تصرفت بشكل صحيح فمونة لم تكن ستستطيع الاعتناء به ولن أشعر بالإطمئنان وهو معها من وجهة نظري مراد هو ابني الذي اخترته بقلبي واعتنيت به خلال سنوات عمري وأنا أستحق بره لأنني لم أتخلى عنه عندما كان العالم كله ضده أصدقائي شاركوني برأيكم هل حرمت أم من ابنها؟ أم أن مراد حقي أنا؟ لأنني أنا من ربيته واعتنيت به شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة